موسيقى نشرة لأهم الأنباء حياكم الله والبداية مع أبرز العنوين إصابة مواطن في قصف صاروخي شنه الحثيون على مدينة حريب شمال مأرب والجيش الوطني يطالب بالتحقيق في واقعة قصف معسكر العروس قوات أمنية في عدن تعيد اعتقال مفرج عنهم على ذمة قضايا إرهابية والمقاومة في البيضاء تستعيد عددا من المواقع بإسناد من طيران التحالف أهلا بكم أشهد نائب رئيس الجمهورية الفريق ركن علي محسن صالح بدعم قوات التحالف بقيادة السعودية وما قدمته من دعم عسكري ولوجستي أسهم في إفشال مشروع الانقلاب المدعوم من إيران واستعادة بناء المؤسسات العسكرية وأكد الفريق محسن خلال زيارة له لمقر دائرة العمليات الحربية في محافظة مأرب أهمية الدور المحورية الذي تلعبه العمليات الحربية في تنسيق بين الوحدات العسكرية والتخطيط للتقدم والتمركز والانتشار اغتيل أحد أفراد اللواء السبعة عشر مشا برصاص مسلح مجهول في منطقة وادي التبدد غربحي المطار القديمي بمدينة تاز وذكرت مصادر محلية أن الجندية محمود أنعم أحمد ردمان الشرعبي وهو من أفراد اللواء السابع عشر مشا المرابطين في جبل هان غرب المدينة اغتيل أثناء خروجه من منزله يذكر أن عمليات الاغتيال طلت مؤخرا في المدينة عددا من الضباط والجنود طالب الجيش الوطني بالتحقيق في واقعة قصف تعرض لها موقع تابع له في معسكر العروس جنوب مدينة تعز من قبل طيران التحالف أمس وقالت قيادة اللواء الثاني والعشرين ميكا في توضيح أن معسكر العروس التابع للقطاع السادس باللواء تعرض لثلاث غارات جوية شنها طيران التحالف على الموقع وأودت بحياة مدنيين كانوا في محيط الموقع وإصابة ثلاثة جنود إصابات مختلفة أحدهم إصابته خطيرة وطلبت قيادة اللواء بتعويض الضحايا بشكل عجل والتعامل المباشر مع القيادة العسكرية والمؤسسات الرسمية وتنسيق معها في أي عمل عسكري قادم وتوقف عن التعامل مع غير القنوات الرسمية للجيش الوطني قصفت ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح مدينة حريب شمال مدينة مأرب بصاروخي كاتيوشا أسفرت عن إصابة مواطن وتضرر أحد المنازل وأكد المواطن ناصر الساف علي من شباب سقوط صاروخ كاتيوشا بجوار منزله في منطقة الوسيع بمدينة حريب ما أدى إلى إصابة رجله اليمنى وأضرار في منزله مصادر عسكرية قالت أن الحوثيين من منطقة مبلقة غرب مديرية بيحان بشبو أطلقوا صاروخي كاتيوشا باتجاه مدينة حريب أحدثا دويا تسبب في ترويع الأهالي وتخويف الآمنين أفشلت قوات الجيش الوطني بمحافظة شبو محاولة لميليشيا الحوثي والمخلوع لزرع ألغام أرضية في مدينة حريب مصدر عسكري قال أن قوات الجيش رصدت تحركات مشبوهة للميليشيا لزرعة الألغام في إحدى الطرقات بالمديرية قبل أن يباغتها الجيش بالقصف وإفشال خطتها تمكنت مقاومة البيضاء من استعادة مواقع جديدة في مديرية الزاهر وذناع بعد مواجهة عنيفة مع ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية وتكبيدهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد مصادر ميدانية قالت أن المقاومة استعدت مواقع مطلة على قرية يفعان وموقع الأريل بمديرية ذي ناعم ومواقع بمنطقة الحبك بمديرية الزاهر الحميقان أعلنت وزارة الداخلية ارتفاع قتل التفجير الانتحاري الذي استهدف مقر عمليات قوات الحزام الأمني بمدينة عدن إلى تسعة جنود المزيد في هذا التقرير عادت أعمال العبث الأمني إلى العاصمة المؤقتة عدن بالتزامن مع عودة رئيس الوزراء إلى المدينة انفجار بسيارة مفخخة استهدف مقرا يتبع الحزام الأمني في حي عبد العزيز بمدينة المنصورة خلف عددا من القتلى والجرحى وأضرارا مادية في المباني مصادر أخرى تحدثت عن اشتباكات محدودة أعقبت الانفجار جوار مبنى تستخدمه قوات الحزام الأمني كمقر للاستخبارات ويأتي الحادث بحسب مراقبون للتشويش على تحركات جادة للتحالف العربي والحكومة الشرعية لضبط الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة وفق خطة مغايرة لأخطاء المرحلة السابقة وتاتي عودة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبد بن دغر المفاجئة إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد اتفاق بين الحكومة الشرعية والتحالف العربي تكلل بلقاء الرئيس هادي وولي العهد السعودي وهو اللقاء الذي تستشعر خطورته بعض القوى خارج سلطة الدولة والشرعية مما يجعل أعمال العبث الأمني احتمالا واردا لكنها لن تكون مؤثرة بحسب المراقبين عدت قوات أمنية في عدن اعتقال عدد من المفرج عنهم على قضايا إرهابية وقال مصدر أمني أن قوات أمنية في عدن نفذت حملات دهم أمنية بعدد من مديرية عدن استهدفت منازل مفرج عنهم مؤخرا على خلفية قضايا الإرهاب وقال مصدر أمني أن القوة الأمنية دهمت عددا من الأحياء بينها حي حاشد بالمنصور عدن واعتقلت عددا من المفرج عنهم مؤخرا في سجن المنصورة المركزية أقرت الحكومة اعتماد ملياري ريال للبدء بأعمال المساكن المتضاررة ومقار المؤسسات الحكومية التي اتضررت جراء الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي وصالح على محافظة تعز وأصدر المجلس توجيها بدفع مليون دولار لعلاج الجرحة وشدد على استمرار صرف مرتبات الموظفين شهريا وبانتظام أسوة ببقية المحافظات المحررة مؤكدا أهمية تعزز دور وعمل فرع البنك المركزي في المحافظة وتحسين الإيرادات كما أقرت الحكومة السماح للقطاع التجاري باستيراد الوقود وفق آلية يتم الاتفاق عليها بين شركة النفط والقطاع الخاص ووجهت الحكومة في اجتماعها ووجهت شركة النفط بشراء وضخ كميات كافية من البترول في محطات الشركة في عدن والمحافظات المجاورة لها إضافة إلى شراء كميات جديدة من مادتي الديزل والمزوت بما قيمته 38 مليون دولار أمريكي لكهرباء عدن وتلك المحافظات افتتح محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء روكن فرج سالمين البحسنين مجمع كليات جامعة حضرموت بمنطقة فو وضم المجمع كليات الحاسبات وتقنية المعلومات والقانون وكلية التعليم المفتوح هذا الموقع يفتتح أو تفتح هذه الكلية لأول مرة أول عام دراسي فيها وأعتقد أن هذا الموقع قد جهز وهي بشكل رائع جدا وكان فيه من المكانيات التي وفرت ما يجعل هذه الكلية أن تكون ناجحة سوف تدعم السلطة المحلية الجامعة باستمرار سوف تدعم التعليم في أي موقع كان التعليم العالي جامعة حضرموت بالنسبة لنا صرح مهم جدا وكل الإمكانيات وكل الجهد سوف يوجه لمساعدة وتذليل أي صعوبات تواجه هذه الجامعة حذر مكتب التربية والتعليم في محافظة تعز من خطر توقف العملية التعليمية جراء انقطاع مرتبات المعلمين وأبلغ المكتب نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبد العزيز جباري بأن إضراب القطاع التربوي في المحافظة وتوقف العملية التعليمية بسبب عدم صرف المرتبات كما وعدت الحكومة سابقا ودعا مكتب التربية نائب رئيس الوزراء في خطاب وجه له للاطلاع على مقترحات ومعالجة قضايا القطاع التعليمي بالمحافظة والبت فيها ونصت المقترحات المقدمة من مكتب التربية تشكيل لجنة من قيادة المحافظة لمتابعة الجهات المختصة في عدن لصرف المرتبات في موعد لا يتجاوز الثامن عشر من شهر نوفمبر أربعمائة وثمانون طفلا معظمهم من أطفال النازحين الصوماليين تحتويهم مدرسة في محافظة الضالع بلا مقاعد ولا نوافذ ولا معلمين باستثناء سبع مدارس أو سبعة مدرسات متطوعات ولم يتم تثبيتهن رسميا إلى التفاصيل بصيص أمل بعد ردح زمني من الحرمان لهؤلاء الذين همشوا عن التعليم والعمل في مفاصل الدولة طيلة حكم نظام مستبد على عكازة الإعاقة يأتي الطفل هشام كل صباح من مخيم سهذة لتلقي التعليم مع زملائه يسقط هنا في بوابة المدرسة لكن سقوطه ليس نهاية الفشل بل بداية النجاح في مجتمع عانى كثيرا من التجهيل المحظوظ هنا من تمكن من الالتحاق بالتعليم أربعمائة وثمانين طفل وطفلة للمراحل الثلاث الأولى قل لهم من اللاجئين الصومال والمهمشين سبع معلمات بدون توظيف وطلاب يفترشون الأرض في ظل سقيع فصل شتاع قارس متطوعات وهذا اتغال ودي الله فحكينا أن نهض بأبلغ هذه المنطقة المحرومين سواء كانوا من المهمشين أو السكان الذي تبعب عنهم المدارس أو أخواننا الصومال أن تواجدينها بشكل كثير في هذه المنطقة منطقة سهدة بالقرب من مخيمات اللاجئين الصومال والمهمشين بمنطقة سهدة فتحت مدرسة الراحل الشيخ أكرم الصيادي لاستيعاب هذه الشريحتين وسائر المناطق المجاورة بإشراف مكتب التربية وبعملية تطوعية لكن ثم تتحديات لا زالت قائمة فالمدرسة عبارة عن مبنى مؤقت ويفتقل للإحتياجات الصفية اللازمة وسط غياب للمنظمات الدائمة الدمج المهمشون والصوماليون وأبلاء المنطقة على أساس أننا بكل متساوون لكن كما قلنا المدرسة تحتين دعم نحن من هذا المقام ندعو المنظمات الدولية والمحلية والأمية التي تحنى بهذا الشهر إلى النظر إلى هذه المدرسة كما تلاحظون لا تجددين إمكانيات خطوة إيجابية لإزالة الفوارق المجتمعية ليبقى مستقبل أطفال نازحي الحرب ومن لا زال في مناطق المواجهات نحو المجهول هنا غابة سلطة شرعية وحلت عنها مبادرة شبابية تطوعية ليلتحق المئات من الأطفال بالتعليم عبد العزيز الليث يمن شباب الضالع أكثر من ثلثي الإنتاج الغازي لمأرب يذهب إلى المحافظة الخاضعة لميليشيا الانقلاب التي تستغل الغاز المنزلي لجني مليارات الريالات وتمويل حربها المستمرة على الشعب اليمني وجدت الميليشيا أنتشرت الأزمات أنعدمت أبسط مقومات الحياة ووجد الناس أنفسهم يبحثون في طوابير طويلة عن لوازم الحياة بأسعار جنونية يحصل المواطن البسيط على استوانة القاز وقد لا يحصل عليها تصدر شركة صافر بشكل متواصل لمادة القاز المنزلي إلى جميع المحافظات بما فيها التي ما زالت تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية التي تستغل العائدات الكبيرة لهذه المادة فيما تسميه المجهود الحربي دون الأخذ في الاعتبار القدرة الشرائية للمواطن البسيط والتي تتضح مع الأيام أنها أصبعت معدومة ومستحيلة عند البعض ونجد أن نطمن الشعب اليمني بأن الانتاج مستمر والحمد لله الانتاج اليومي 85 مقتورة اليومي ينترحل إلى جميع المحافظات الجمهورية بدون استثناء في شهر عشرة كان الانتاج 2442 مقتورة التي توزعت على جميع المحافظات الجمهورية منها 1680 للمحافظات الغير محررة ومنذ انقلابها المشؤوم دعبت ميليشيات الحوثي على مفاقمة معاناة الناس بدءا من انقطاع الرواتب وانعدام الخدمات وتضييق الخناق عليهم بفرض الجرعات السعرية على المحروقات خصوصا مادة الغاز التي تعتبر شيئا أساسيا في الحياة اليومية لكن قادة الميليشيات يتاجرون بقوة المواطن حيث بلغ سعر استوانة الغاز 5000 ريال بزيادة بلغت 200% بينما سعرها الرسمي لا يتجاوز 1020 ريال للإستوانة وتجني ميليشيات الحوثي مبالغ خيالية تقدر بمئة الملايين من الريالات يوميا من خلال استثمارها لمعاناة المواطنين وبيع مخصصاتهم من مادة الغاز بأسعار غير رسمية واستثمارها في السوق السوداء فضلا عن استخدامها في تمويل المعارك التي تشنها ضد اليمنيين لا يتعدى سعر هذه المغطورة الثلاثة ملايين ريال وما أن تصل إلى مناطق سلطة الميليشيات فيرتفع سعرها إلى أكثر من عشرة ملايين ريال والمواطن وحده هو من يتحمل أعباها رشاد النواري من شركة صافر الغاز مأرب تشهد حضر موت حملة للتوعية بأهمية العلم من أجل التنمية والسلام تشمل المدارس والمجتمعات المحلية لم يعد اليمن بحاجة أكثر من العلم للسير على طريق التنمية وإحلال السلام المجتمعي حيث أعلنت اليونسكو في 2011 من نوفمبر كيوم عالمي للعلوم من أجل التنمية والسلام وفي مبادرة لإحيائه نظمتها جمعية الدعوة الخيرية بوادي حضر موت احتوت على دورات توعوية شملت مدارس ومساجد وأماكن عامة وعبر الإذاعات المحلية واللوائح التوعوية باختلافها الحملة التوعوية باليوم العالمي للعلم من أجل السلام هي لفتة من قبل الجمعية للطلاب والتربويين للتوعية بأهمية العلم وأهميته الذي يقود إلى السلم الاجتماعي ووجدناها في الجمعية فرصة سانحة لأن نشارك المجتمع ونوعي بناء الطلاب بهذه المعاني التي ينادى لها دوليا من أجل إحلال السلام العالمي وتهديف المبادرة بحسب القائمين عليها بالتذكير بأهمية دور العلم والعلماء في إقامة مجتمعات مستدامة يملأها السلام والاستقرار وعلوم تترجمها تنمية تحقق أثرا وعائدا اجتماعيا ملموسا وفي هذا الصدد إن شاء الله تعالى تناول الطلاب عدد من المفاهيم الأساسية واكتسب الطلاب قناعات أهامة في تغيير التعليم والتعلم لأجل تحقيق الأهداف الشخصية بما يساهم في تنمية المجتمعات إن شاء الله تعالى ولا شك أن هذه الفعالية أكيد تكون لها أثر كبير جدا في نفوس الطلاب وسنلاحظ ذلك في الأيام القادمة أن الكثير من الطلاب ولو كانت حتى 50% من هؤلاء الطلاب استفادوا من هذه الفعالية وانطلقوا نحو الاهتمام بالعلم والتعليم فيعتبر هذا شيء مهم جدا بالنسبة لنا نحن في إدارة تنوية عمر بن الخطاب المبادرة التي استمرت لمدة أربعة أيام استهدفت 2500 طالب وطالبة في مديريتي سيئون وتريم بوادي حضرموت بالإضافة إلى شريحة كبيرة من المواطنين وقطاع المرأة طبعا يوم العالمي للتنمية والتعليم أفادنا كثير في خدمة مجتمعنا والوطن للتنمية والسلام وأيضا يعطينا هذا دافع نحو التقدم للعلم والمعرفة بادرة تعزز دور العلوم في خدمة التنمية والسلام التي باتت اليمن تفتقد الكثير منه في مرحلة حرجة تمر بها البلاد ليأتي دور منظمات المجتمع المدني لتعزيز هذه القيم لتتكامل جهودها مع جهود الدولة ومؤسساتها عبدالله مؤمن لقناة يمن شباب وادي حضرموت ختم النشر وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها إصابة مواطن في قصف صاروخي شنه الحوثيون على مدينة حريب شبال مارب والجيش الوطني يطالب بالتحقيق في واقعة قصف معسكر العروس قوات أمنية في عدن تعيد اعتقال مفرجا عنهم على ذمة قضايا إرهابية والمقاومة في البيضاء تستعيد عددا من المواقع بإسناد من طيران التحالف ختام النشر إلى اللقاء اشتركوا في القناة